بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم يا حبيب قلبي عاملين ايه رب تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحاببتي وامي اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني وكمان مرة وحشتوني وحشني الروتين معاكم بقالي يومين ما صورتش عايز اقولكم اللي انا حاسة كده اللي نقصني حاجة والله العظيم يلا بينا النهاردة عندنا الروتين حلو جدا مشجع جدا هينشتك ويحفزك وتقوم تخلصي كل الوراكي ان شاء الله وعايز اكمان اخد رأيكم في حاجة مهمة جدا يلا بينا نبدأ على طول الروتين بتاعنا ونشوف هنعمل ايه هنسمي الله ونصلى على الرسول علي افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك وانت اول مرة تتفرج علي ما تنسيش تحط اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل وطبعا تزبتي وجودك تحت في الكومنتات بكومنت حلو زي العسل زي كده بينورني ويكترني ويفرحني طول الوقت بصي بقى الروتين بتاعي النهاردة ده روتين مسائي يعني لك الفرصة دلوقتي اللي انت تقومي بقى تشوف اللي وراكي وتخلصي كل اللي وراكي ان شاء الله ويبقى المطبخ عندي كريق والبيت ريق ونديفه زي الفل عايز اقول لكم اللي انا كنت في مشوار والدنيا زحمة جدا مولت السيدة زينب بقى كل سنة وانتم طيبين اول ما بيجي مولت السيدة زينب وبعد كده مولت الرفاعي بحس خلاص لرمضان قرف جدا 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 فانا بصراحة كنت في مشواره مكنتش اعرف اصلا اللي مولت السيدة زينب لكن اكتشفت بالصدفة بس يعني الحمد لله على كل حال الدنيا زحمة جدا بس هي يعني عدنا منها بخير وبسلام يعني بس كان الصبح بدري يعني ما كانش بالليل لاني لو كان بالليل كنت متعرفش تروحي ابدا يعني ايه المولد دا يا هيب احنا مش فاهمين قولنا للناس اللي هم في الدول العربية ومش موجودين عندنا في مصر يعني احنا عندنا كمصريين في موالد يعني في مولد السيدة زينب مولد الرفاعي مولد السلطان حسن لا مش مولد مفيش مولد السلطان حسن استني بس علي اركز بس اختي مولد الحسين الكلام دا كله في موالد السيدة نفيسة والسيدة عيشة برضو كل الحاجات دي بتيجي وراء بعض ديها تقريبا ما فيش بينهم غير ايام بسيطة جدا الناس اللي بتبقى قاعدة في المولد هي هي اللي بتروحي المولد دوت وبتروحي المولد دوت بص هي لها قصة تانية خالص وطبعا الناس اللي هتطلع تقول المولد حرام والكلام دوت مش انا اللي بعمل المولد ولا بروحي المولد بس كده رفعت ايضايا الفوق انا مليش علاقة بالموضوع انا كبيرت لقيتهم بيعملوا الحاجات دي يعني حتى الحكومة والدولة ما بتقدرش اللي هي تمنحهم اللي هما يعودوا او ييجوا او ما يجوشوا الكلام ده المهم يبقى سيبك ده كله من الكلام دوت بصي بقى انا دخلة سخنة جدا على روتيني النهاردة علشان خطر عايزين كده ننجز معينا نزلت اللي بقولك المشوار ورجعت ما كنتش عاملة اكلفة جبنا كشري من برا وقضينا اليوم والحمد لله نعمة وردها من عند ربنا لكن المطبخ بقى يدرى بيقلب اللي بيحصل مش عارفة كل حاجة مش في مكانها حلل مش في مكانها طصات مش في مكانها الكبايات المطبقية فضية خالص هو انت كنت عازم حد على الكب مش عارفة يا اخذي ده انا بعد ما خلصت ببص كده على الموعين ايه كمية الموعين دي كلها كانت فين دي وبقت فين المم الحمد لله ربنا قدرني والحمد لله على نعمة السحة اللي انت قادرة تقومي تخلصي اللي وراكي وتخلصي كل الحاجة اللي انت بتعمليها اي نعم بنتعب شوية لكن لما بتخلصي اللي وراكي بتحس اللي انت أنجزت شوية هنخسل كل حاجة ونزبط كل حاجة ان شاء الله مسكت الرخامة حتة حتة كده علشان خاطر انا اضافها وخليها نظيفة وزي الفل للناس اللي هي بقالها كتير كده ما اتفرجتش عليا وده خلالي في الكومنتات الايام دي يا هيبة كنا بندور عليكي واكتشفنا اللي انت نقلت شقة جديدة كنا بنعرفك من المطلخ بتاعك انت كنت فين انت وهي 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 الفترة اللي فاتت دي ده انا نقلة بقالي شهرين ينفع كده يعني ينفع يعني اشكل مين انا دلوقتي دايما منوريني على طول ربنا يدمكم نعمة في حياتي اللهم امين عايزين يعرفوا شقة اقجار ولا شقة تمليك شقة اقجار والله انا مخبتش عليكم من البداية يعني المهم دلوقتي بقى ايه زبطت الرخامة وخليت الدنيا نظيفة وزي الفل جيت بقى عند الجزء دوت كده عايز اقولك اللي حاسه كده مش عاجبني قوي بحس لهو متكركب طول الوقت فهنعمل فيه ايه بقى هو اصلا مفوش كركيب ولا اي حاجة بس بعد ما بخسل الموعين بكسل اشيلها اوه انا طالع اقولك الصراحة النهاردة فالموضوع بالنسبة لي بيبقى الشكل مش حل فقلت لا ما بديهاش بقى انا بعد ما خلص الموعين كل يوم اروح شايل الموعين نبتدي بقى من موعيني النهاردة كده الموعين دي بتاعة مبارح غسلتها ورحت بقى شايلها كده النهاردة وربنا يقدرنا بعد ما خلص اروح شايل الموعين اللي انا لسه هخسلها شيلت بقى كل حاجة من المكان حتى العجان شيلته من المكان دوت حطيته في مكان تاني لاني بيداييني وانا وقفة باخسل الموعين بحس اللي فيه حاجة وراء ظهري كده مدايقاني فروحت شايلها على طول هنا بقى زبطت بقى المكان علشان خطر هبدأ بقى لنا اخسل بقى الموعين وازبط كل حاجة لبست المريالة بتاعتي وزبطت حالي والحمد لله عندي هنا فرشت فوتا كده نضيفها هي كانت اصلا موجودة وهصف عليها بقى الموعين حطيت شوية صابون وشوية خل وشوية مية وهبدأ بقى اخسل الموعين عندي طبق الفكهة دوت قلت بالمرة يعني بما اني مفيش فكهة فنخسله بقى ونزبطه كده ونخلي نضيفه زي الفوت لاستقبال بقى اي فكهة جنة او احنا نجيبها يعني اي حاجة المهم ايه زبطت كده الطبق او كان في حد في الكومنتات سألني كده لما عملت الروتين بتاع البيت قالتلي نوع الستارة بتاعت يوسف نوحة ايه مش عارفة والله نوحة ايه هو انا كنت فاكرة اسم القماش لكن حاليا والله ما فاكرة لاني جايبها تقريبا دخلة في سنة فمش فاكرة حائق علي ما تزعلش وفي حد تاني قاللي التربيزة بتاعت الكمبيوتر جبتيها من غير ما تقول لنا وجبتيها بكام انا ما جبتش اي حاجة جات لنا من باب الله والله بس الحمد لله يعني هي جات كده لما كنت لست كنت قابلها بيومين بقول لكم انا حطى الكمبيوتر على طرابست السفرة فسبحان الله يعني ربنا بيصر كل حاجة المهم بقى واحنا وقفين بنخسل موعين بندعي كتير ونستغفر اكتر ونحمد ربنا اكتر على كل حاجة ربنا بيدهانا عمر ما ربنا ادينا حاجة وحشة ابدا احنا اللي بيدينا نوحش الحاجة ونحلق ليها دمي الجميلة وزي الفل والدنيا عندك تمام ومية فل وعشرة وانتي خليكي راضية من جواكي بلاقيكم منتك كتير قوي بيكتبولي بيقولولي يا هابا نفسي في ربع الرضا اللي جواكي الرضا ده ما بيجيش بالسهل كده لازم انتي تبقى مقتنعة به وحس فعلا اللي انتي راضية من جواكي هتلاقيكي طول الوقت راضية ومقتنعة وبتحمدي ربنا الحمد لله على كل حاجة وعايز اقولك يعني موضوع الرضا والصبر والحاجات دي ما بيجيش من فرق بتيجي من الايام وبتيجي مع التكرار وبتيجي مع الزمن اللي احنا عايشينه فالحمد لله على نعمة الرضا الحمد لله على نعمة الصبر والحمد لله على نعمة الصحة احمدي ربنا طول الوقت على كل النعم اللي احنا عايشين فيها الحمد لله الحمد لله اللي ربنا معانا الحمد لله اللي احنا قادرين نقف على رجلينا الحمد لله اللي احنا قادرين نتكلم كلام حلو ما بنجبش سيرة حد والكلام اللي انتو عارفينه ده الحمد لله على كل حال احمدي ربنا كتير واستغفري اكتر واسكري الصباح والمساء مش هوصيكو عليها قوليهم حتى لو بتكسلي وبتنسي حاولي تيجي على نفسكم مش شرط تقوليهم كلهم مرة واحدة ممكن تقوليهم لو انت بتكسلي ممكن تقولي حاجة بسيطة المرة اللي بعدها هتزود شوية المرة اللي بعدها هتلاقيكي قولتيهم كلهم على بعضهم فالايام بقى هتخليكي حفزتيهم والدنيا بقت عندك تمام وانت قاعدة كده مع نفسك هتلاقيكي بتترددي كده الاسكار بتاعت الصباح لوحدك وانت ركب المواصلات وانت بتودي الولاد المدرسة وانت راح الشغل وانت حتى بتنشر الغسيل بتخسلي الموعيل لو انت ست بيت بتكنص الارض قاعدة مع نفسك كده هتلاقي كل الحاجات دي بتيجي كده قدام عينيكي وتلاقيك انت قلتيها لوحدك بس عودي بس نفسك هتلاقي الموضوع بالنسبالك بقى حلو وسهل وسريع والدنيا تمام نيجي بقى نخش عند الناس الكسلانة شويتين تلينة الكسلانين اللي هم ما بيقومونش يعملوا الحاجة بتاعتهم ها فاهماني انت ها سمعاني دلوقتي طيب نعالج الموضوع دوت الزاي بتقول لي ايه بتقول لي يا هيبه والله العظيم انا ببقى عايزة اعمل الحاجة وكسلينة ومش قادرة وبحس كده اللي عندي وخم فضيع عايزة اقول لك الحاجات دي كلها من الشيطان استغفري ربنا وشغلي قرآن عندك في البيت هتلاقيك انتي قمتي لوحدك بدأت تتحركي وتخلصي كل الوراكي وانجزتي يومك واليوم خلص بكل نشاط وطاقة ايجابية ويحاولي تمسحي البيت عندك بمية وملح وبالذات الاركان وتقري قرآن كده على ازازة مية يعني تقري قرآن كده على ازازة مية في بخخات كتير بتتبع عند المحلات ممكن تجيبي بخخة وتحط فيها مية مقرية بالقرآن وتبخي المية دي في الاركان صدقيني كل الطاقة السلبية هتخرج من البيت عندك والدنيا هتبقى تمام وزي الفل وبخري يوم الجمعة بعد الصلاة او قبل الصلاة يعني انا ببخري يعني قبل الصلاة بصراحة انت بقى لك حرية الاختير بس هو بيبقى قبل الصلاة بخري ولما تجي تبخري بخري عكس عقارب الساعة يعني شوفي عقارب الساعة بتمشي مين ولا شمال انت بخري عكسها تمام هتلاقي الطاقة السلبية اللي عندك في البيت خرجت ولما تبخري القوضة اخرجي بيها اخرجي بضهرك يعني خلاص انت بخارتي مثلا نفترت قط النوم لما تجي تخرجي ما تخرجيش بوشك اخرجي بتهرك من قط النوم دي كلها حاجات يعني ممكن تبقى لك فيها يعني عايز اقولك اللي هي ممكن تبقى 10% صح و 99% غلط فاحنا بنعمل اللي علينا والحمد لله شغلي بس القرآن كتير وامسحي بمية وملح والدنيا تبقى عندك تمام ان شاء الله واستغفري كتير وحمدي ربنا على كل النعم اللي عندنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله عليك حقك علي والله العظيم كنت فعلا اليومين اللي فاتوا مجغولة جدا حقكم علي قالت لي يا هبة انا ابني عنده زي مكة بالزبط والدكتور قال لي عنده كسل في عضلة العين يعني عضلة العين ضعيفة ايوه هي مكة فعلا عندها كده بس هي لبصة نظارة مش عشان الحاول هي لبصة نظارة علشان عندها بعد نظر تمام كده اه فهي لبصة نظارة علشان كده اه كان في حد تاني قالت لي قالت لي يعني هو العضلة بتاعت العين كسلانة من ايه هي عضلة العين كسلانة دي حاجة بتاعت ربنا بس هي الدكتورة لما عم يتلافوا حصوات من البداية خالص من حوالي سنتين او سنتين ونوص اه لقيتها ضعيفة جدا والكالسام قليل فهي قالت لي الحاجات دي كلها مع الضعف والانيميا وقلت الكالسام والحاجات دي هي اللي مؤثرة على عينها وكانت مؤثرة على رجليها بس هي حاليا الحمد لله رجليها بقت تمام تعدلت بنسبة 100% لكن وش الرجلي لما بتيجي تمشي بيميل لجوة يعني دي انا مش لقيلها حل بصراحة بديها كالسام بس بطلتوا لان الدكتور قال لي كفاية لحد كده لكن وش الرجلي يعني ما تيجي تمشي كده بوش الرجليها المفروض احنا بنمشي عادي لأ هي وش الرجلي بيميل لجوة الاتنين بيكواصوا لجوة لكن التكويسة اللي كانت عند الرجبة لأ هي رأيت الحمد لله وبقت تمام فعايزة اقول لك ما تخفيش هي الدكتورة كانت ايلالي عند سن خمس سنين هتروح لحوال الوحش دوت لكن للأسف مكة عندها خمس سنين ونص وحوال دوت لسه ما راحش لحد دلوقتي فهستنى عليها شوية واروح عاملة العملية ان شاء الله بإذن الله بس مستنية شوية يعني انا شايفة الخمس سنين على مكة شايفها هي اقل اصلا من سن خمس سنين فقلت هستنى شوية يعني ربنا المستعين وربنا يشفي كل مريض اللهم امين يا رب العالمين طيب هو جالها الوحده كده واللي هي مولودة بيه لا والله جالها الوحده كده كسل في عضلة العين هي اسمها كده كسل في عضلة العين الشمال بتخليها تكسل شوية فلما بتكسل يعني العضلة بتبقى كسلانة ما بتتحركش بتميل بقى نحية الشمال قوي بس كده فربنا يشفيها اللهم امين يا رب العالمين ويشفي كل اولادنا قولي امين يا رب العالمين كان في سؤال ايه تاني هاشوف دلوقتي الاسئلة واجيلك خليكي معايا قعدت سبيني وتامش جتلك بسرعة ومتأخرتش عليكي بص هو بقيت السؤال الاولاني وفيه سؤال تاني تمام كده السؤال الاولاني قالت لي يعني هو بيروح بعد سن خمس سنين هي كانت الدكتورة ايلى كده لكن من اراء المتابعين ومن التجارب بتاعتهم لما انا عرضت الموضوع عليهم لقيت ناس كتير قوي قالت لي يا هيبة ما تخفيش انا ابني ما عملتش العملية وقعد لحد سن سبع سنين وبعد كده روح لوحده فكل دوت برضو انا مقدرش احكم عليه لان انا مش طبيبة فانت ممكن تسأل الدكتور هي كانت ايلى لي اللي هو لحد خمس سنين هيروح موكة بقى عندها خمس سنين وكثور وما رحش في ناس روح من عندها قبل الخمسة وفي ناس روح من عندها بعد الخمسة فربنا يش فيهم اللهم امين السؤال التاني بقى قالت لي هيبة هو بالنسبة للمدرسة بصي مش عارفة استني استني بس علي بالراحة كده قالت لي هو الوزير نزل قرار للولاد اللي هيخشه قول ابتدائي لازم يكون قبل كده دخلين الحضانة او كيجي وانو كيجيتو تبع المدرسة اللي هي خاصة باللي هيدخلها ايوا هو الوزير نزل القرار دوت اه فهو قرار مش حلو بصراحة بس يعني ده اللي انا عرفته معرفش بقى هالي الكلام دوت هيتطبق ولا لأ بس هو دوت المفروض يحصل للعايل خلاص رايح قول ابتدائي في سنتين قبل قول ابتدائي في كيجي وانو كيجيتو المفروض يبقى ملتحك بالمدرسة اللي هو هيقدم فيها بس كده مش حضانة اللي هي الحضانة بتاعت الاهالي اللي هي بتبقى في البيوت وكده او في سنتر لا لازم يبقى تبع الوزارة او تبع المدرسة هي المدرسة اللي بتاخد ورقه من كيجي وانو كيجيتو اللي قول ابتدائي على طول فربنا يصل لنا الحال اللهم امين يا رب العالمين ولو في حد عنده معلومة يقدر اللي هو يفيدنا بيهالي الكلام دوت فعلا صح مية في المية ياريت يقول لنا في الكومنتات باللي عليكم كده ايه غسلت بقى شوية الموعين غسلت شوية موعين حلوين كده ما شاء الله يعني بصي كبيات قد ايه وطصات وحلل عايز اقول لك اللي انا وقفت اخسن الموعين والله ببص في الكاميرا كده لقيتها 38 دقيقة ليه مش عارف حمد لله حمد لله عايز اقول لك كمان اوعد كوني زعلانة اللي انت عندك موعين اوعد كوني زعلانة اللي البيت بتاعك بيتتركب بسرعة وبتحس كده اللي انت بتعملي مجهود كتير جدا يا حبيبتي انت افرحي واحمدي ربنا اللي انت عندك موعين البيت اللي في موعين والحوط بتاعه على طول ما بيفطاش من الموعين ده كده البيت دوت فيه اكل وفيه شرب وفيه رز الحمد لللي الدنيا عندك من كركبة وبتحس كده اللي مهما تروائي والدنيا مقلوبة برضو احمدي ربنا اللي البيت بتاعك دوت فيه اطفال والدنيا عندك تمام وزي الفل احمدي ربنا طول الوقت قوية تكوني متضيئة او متعصبة او زعلانة او طول الوقت تقولي يا انا لسه هخسل الموعين انا مش عارفة ايه الموعين دي وهو عدت تعملي من الحاجات ديات خالص احمدي ربنا وقولي الحمد لله انا في نعمة غيري مش فيها الحمد لله ربنا يرزق كله مشتاق بالزرية الصالحة اللهم امين يا رب العالمين خلصت كده الموعين بتاعتي تعالي بقى معايا كده يأمر يا ست الكل انت نخسل البوتاجاز هنزبط البوتاجاز بتاعنا ونشوف بقى هنعمل سمعت كلامكم كان فيه مطابعة لاتلي حط يهبأ الحوامل بتاعة البوتاجاز في الغسالة بتاعة الاتبو هتطلع نديفة وزي الفل انا بالفعل سمعت كلامك لكن الغسالة بتاعته ما خدتش غير حامل واحد بس الاتنين ما نفعش اللي هما يتحطوا مع بعض بس بصراحة عايز اقولك اللي فعلا التجربة جامدة او جميلة والله فعلا طلعت الحامل بتاعة البوتاجاز فعلا نديف وزي الفل وحاجة كده مية فل وعشرة لكن غسلت واحد بس قلت بقى ايه التانية بقى اخسره بقى بعدين ان شاء الله لاني مش تشغل الغسالة مرتين وراء بعض والناس اللي عندها عدات بالكارت بتعملي فيه ايه اختي انا بصراحة مش عارفة اسيطر على الموقف حصل الموضوع سيطر من تحت ايدي او فلت من تحت ايدي مش عارفة اسيطر خالص على الموقف يعني اهب مرة واحدة بوصل للشريحة الرابعة يعني بالله عليك لو انت ليجي تجربة اكتبها لي في الكومنتات انا اختك وحبيبتك والله وما خلش عليكم باي معلومة اه ده مفيش حتى تكييف ومفيش اي حاجة الناس اللي قالت لي هيبها لحقيهات التكييف علشان خاطر تصيف اه كويس اللي انتو فكرتوني والله انا كنت فعلا ناسية ان شاء الله باذن الله حاول الفطرة اللي جاي قبل رمضان نجيب بقى التكييف بس ربنا يستر بقى ما نشوف بقى التكييف والكهرباء والعداد اللي بكرت دوت ربنا يستر يا رب المهم انا بعد ما خلصت بقى البتجاز وخليته نزيفه زي الفل لرجعت تاني للحود لاني مكنتش لسه غسلته اخسله بقى وخلي نزيفه زي الفل عندي الازيزة ديك كان مطرح عصير فقلت هشطفها بقى كده واخليها بقى المكة ايه بتشرف فيها مياه عصير واحنا نزلين حاجة خفيفة كده تتحط في شنطة اليد بتاعتي الحود بتاعي بقى شكله مش عاجبني قوي فقلت بقى حط عليه شوية كلور كده ونزبطه وننظفه ونخلي نزيفه زي الفل كلور الابيض بينور المكان وبيخليه حلو ممكن كمان تستعمليه للبتجاز اللي استلس بتاعي البتجاز هتخلي برضو عندك اللي استلس نزيفه زي الفل طبعا اللي سبونشة اللي انا بعمل بيها ديت انا مخصصاها للحود لاني بصراحة لما بخسل بيها المواعين هي بجبرها قوي يوم واحد والسفينجة اللي جوه بحس اللي هي باشت وخلاص ما لاش اي لازمة خلص فخلتهم بقى لاني كنت جايبة تقريبا اربعة ولا كنت جايبة خمسة فخلتهم بقى للحود والرخامة وكده يعني مش الرخامة قوي يعني مش بخسل الرخامة كتير بال بالزبونشة يعني طول الوقت الرخامة بحب اللي انا ألمحها بالقماشة وشوية مية وشوية خلي بس بما اني النهاردة كان فيه بلاوي زرق على الرخامة فقلت بقى اصبينها بالمرة وبعد كده بقى ايه اعكمها بصي بقى النظافة حلوة ازاي والله طول منسي بتعملي الحاجة بيديك كده وبتخلصيها اول بول بتحسل للدنيا تمام ايه رأيكم بقى نبدأ تنظيفات رمضان موافقين ولا ايه يلا اكتبوا له في الكومنتات لو انتم عايزين فيديوهات تنظيفات رمضان نبدأ بقى ونبدأ بقى بقى قدت الولاد الاول ولا نبدأ بالمطبخ ولا نبدأ بايه هستنى الكومنت بتاعكم ان شاء الله لاني همشي وراكم وهسمع كلامكم في كل حاجة هتقول هيل عايزين بقى نعمل فوق الدوليب وعايزين كمان نعمل اه الدوليب ونشيك بقى على اللبس بتاع الولاد ما تسيجي نطلع اللبس السيفي كده نشيك عليه كمان ونشوف عندهم لبس سيفي ولا هنشتري ولا لأ ولا نستنى شوية موضوع اللبس دوت لسه صاعة دنيا لسه صاعة بس احنا خلاص بقينا في شهر تلاتة او صحيح نسيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين لموليد شهر مارس اه دايما كده فرحانين و اه كل سنة وانتم طيبين ويدوم عليكم السحة اللهم امين يا رب العالمين ربنا يناولكم كل بالكم اللهم امين يا رب العالمين او اكوني زعلانة اللي في سنة خلصت من عمرك لا دي انت تبقي فرحانة وسعيدة طول الوقت عاودي نفسك اللي انت نفيش اي حاجة تزعلك اللي زعلك تكنسلي من حياتك بعد ما خلصت كده الرخيمة و رحت جبت بقى شوية من الخل و رحت حطتهم على الرخيمة علشان خاطر بس الصابون و انا بحط على الرخيمة اكل و حاجات فروحت معاكمها كده بشوية تخلي صغيري و نشفتها طبعا بفوتة نظيفة لسه جايبها من الضرفة و بس كده كده بقى الحوت بقى عندي نظيف و طبعا بيلمع بقى من النظافة كده بص بيدحك ازاي شفتي في حاجة احلى من كده يعني بتحس كده بطاقة ايجابية اول ما تخلصي كل الحاجات اللي انت عايزة تعاملية تحس اللي الدنيا بقت عندك تمام و 100 فل و 10 بما اني كنت في السيدة زينب بشتري بقى لحمة و كمان انا مكنتش راح اشتري لحمة كنت في مشوار تاني يعني بس قلت بالمرة يعني و انا في السيدة زينب اروح جايبة لحمة و كمان قلت بقى بالمرة اروح جايبة جبن من المغربلين لان انا بحب اصلا الجبنة بتاعت محل الفرسان سعرهم حلو والحاجة بتاعتهم كويسة دي جبنا فلمانك جبت بقى ربع كيلو جبنا فلمانك والربع عامل 41 جنيه النص كده يبقى عامل كامح سيبيها انت بقى هو الربع كيلو عامل 41 جنيه بس بصراحة الحاجات دي لما بتجيبيها وتحطيها بقى وتنظميها كده في التلاجة بصراحة بحس كده لانا مستريحة اكتر سواء للفطار او للعشة للولاد وبيبقى الموضوع سهل كده ويبقى كل حاجة عندك الربع كيلو بتاع الفلمانك عامل 41 جبت كمان ايه جبت كمان جبنة رومي وجبت كمان جبنة شيدر انا بحب جدا الجبن اللي هي الدلعة دي كده جبنة رومي لا دي جبنة الشيدر التمن عامل كام خدتش بالي التمن عامل 15 جنيه و60 قرش ده كده التمن طبعا الجبنة الشيدر دي مستوردة مش المصرية المصرية بتبقى تخينة شوية كده يعني بتميل شوية للجبنة اللي هي المسلسية يعني انا بحسها كده بصراحة لكن دي الطعمها حلو بتميل اكتر للجبنة اللي هي الفلمانك جبت كمان جبنة رومي والجبنة الرومي الربع كيلو عامل 23 جنيه طبعا انا هنضفها لان هو مش بينضفها بعملها كده بحرف السكينة لان الحتة اللي انا بشيلها دي هي دي اللي بتبقى فيها الاتربة وفيها كل حاجة ومعرضة لأي حاجة اللي هو بيبقى الغطى بتاع القلب بتاع الجبن الرومي لما بنظم الحاجات دي وحطها في التلاجة ببقى حس لنفسيتي مرتاحة اكتر بحس كده للدنيا تمام اكتر ده كده الجبن الرومي طبعا ما حل الفرسان ده وتعايز اقول لكم في المغربلين بس بصراحة الحاجة بتاعته جميلة جدا واسعاره كمان حلوة مهما اشتري من برة ما بحسش للحاجة فيها بركة زي ما باجيب من عنده يعني ممكن بميجينات لما جبن ممكن تقعد عندك حوالي عشر تيام من عنده لكن برة يعني ميجينات واخرك ربع كيلو جبنا بيدا وطمني مثلا رومي مع طمني حلواني وخلاص على كده لكن عنده بسم الله مش و الله مش عارفة الاسعار مختلفة والجودة كمان كويسة جبت كمان طمني لانشون ومش فاكرة بقى طمني لانشون تقريبا ب11 جنيه مرضيتش ازود بقى في الكمية لاني لما بيعوا كتير الولاد مش بيرضوا ياكلوه فالطمني كفاية يعني بقطعه بقى بالسكينة كده بيبقى سهل بقى لانا اخذ منه اعمل سندة وتشات على طول سواء سندة وتشات عشان الفطار او علشان المدرسة علبة اللانشون خلاص هغطيها ونفس الكسة الرومي أسمها ايه شيدر وبعد كده الفلمانك وخلاص عليكت هنعمل ايه تاني او انا جبت كمان بسترمة بس البسترمة اللي انا جبتها المراضي بسترمة مخلية حلوة او بصراحة وبتنفع في البيت ساعات كتير مش عارفة اعمل لهم اكل ايه هب بروح عامل بتزاية وحط عليها بسترمة ساعات كتير اكتر ببقى برضو مش عارفة بروح عامل اسمها ايه اا معجنات وحشيها برضو بسترمة وجبنا وكده ده كده ربع كيلو بسترمة عامل 44 بس البسترمة دي مخلية من غير توم انا بحب اجيبها مخلية علشان خطر الطبقة الخارجية اللي هي بتاعت الطوم ديت بيجعلها دبان وبيبقى مش حلوة خالص لكن هو بيشيلها وبعد كده بيقطعلي بحس كده اللي هي انضف هارسطوم بقى في التلاجة وكمان مسحت التلاجة جده وزبطتها لكن ما طلعتاش معاكم والله يعني بس هو يعني قبل ما حطت الحاجة كنت مزبطة هي نظيفة وزي الفل بس كانت محتاجة اللي هي هيتعمل لها كده عمرة بسيطة رصت بقى الجبن بتاعتي والدنيا تمام كان عندي جبنة بيضة ما جبتش وكان عندي حلاوة برضو ما جبتش وخلاص على كده ربنا يديم ونعم علينا اللهم امين يا رب العالمين مش عارف الكاميرا ليه دخل جوة التلاجة قوي كده بس هو الحمد لله تعالي بقى لما بعدين الليلة اللي انا عملتها دي قلت خلاص مش هيطلع موعين ولا هيطلع اي حاجة بس لازم يطلع لازم مفيش حاجة اسمها مستحيل طبعا الاكياز والاطباق دي كلها حبتتهم بقى كلهم في شنطة وخلاص هتترمي في الباسكت كان في ناس كتير قوي سألتني على سألتني على ايه او عندي بقى هنا ايه هقول سألوني علي ايه بس خلينا بس الاول نشوف انا عندي ايه عندي كده نص كيلو بنيه كنت مطلعة من الفريزر وفك معايا وطبعا قبل ما بدخله الفريزر بكون غسلك كويس جدا ولما طلعته شطفته شطفة تحت الحنفية بشوية دقيق وشوية جنزبيل برده بعد كده هتبله حطيت طوم بودر وبصل بودر حطيت كمين شوية فلفل اسود هم اللي متوفرين عندي وكمان حطيت بقى شوية كده من ال ايه بوهرات الفريخ واحط طبعا الملح واحط شوية خل ولو عندي بيض هحط لكن للأسف ما عنديش بيض خالص لسه هبعت اجيب فحط بس الخل واروح مقلبيه وحطه بقى في التلاجة ممكن بكرا نعمل اي اكلة جنبيه ويبقى عندنا كده البنيمي التبل بحب اتبل واخليه في التلاجة بيني وبينك لما بنزل اروح مشور وارجع ببقى تعبانة اللي انا اعمل اكل ببقى مثلا اتأخرت على معاد الاكل فحاجة بسيطة كده ممكن تعملي جنبيها شوية مكرونة محمرة مكرونة بسلسة ممكن شوية سلطة وشوية سلطة التماطم تحينة وشوية بطاطس محمرة وخلاص على كده جنب البنية وسنده وتشاته والدنيا تقضي خلاص كده هشيله بقى في التلاجة اوه الناس كتير بقى سألتني على الجزار اللي انا بيجيب منه انا النهاردة اشتريت لحمة فحبيت لانا اوريكي الشمطة من بره علشان خاطر تبقى عارفة العنوان الجزار اسمه ايه وفين في السيدة وقلنا المكان بالتفاصيل ورقم التليفون كل حاجة هقولها لك دلوقتي بص هو الجزار اسمه محل الاخلاص تمق جزارة الاخلاص فين بقى سبعة شارع ادري في السيدة زينب هو في اول شارع ادري لو انت جاية من السيدة زينب لكن لو انت جاية من السيدة عيشة في اخر شارع ادري تمام كده هو سبعة شارع ادري السيدة زينب رقم التليفون زيرو الف تلتمية وتناشر تمنمية تلاتة واربعين والتليفون العادي تلاتة وعشرين اتنين وتسعين اربعة وتلاتين ستة وتسعين تمام كده انت بقى لو هتروح يعرفيه بس اللي انت منتبعي وهو هيزبط الدنيا معك والناس كتير قوي راحت وقالت له طبعا اليوتيوب وبصراحة راحب بيها وده فعلا حاجات كويسة ورجعت ثاني كلمتني وقالت لي فعلا يهبى الحاجة بصراحة ممتازة جدا عايز اقول لكم مش الجزار بتاعي ده الجزار دوت اصلا يعني حماتي اللي كانت بتتعامل معي فعايز اقول لكم اللي هو يعني ايه عمري في حياتي مغيرت اللحمة بتاعته ولو مش بفكر بصراحة لاني فعلا الجودة بتاعتها كويسة حتة اللحمة وانت بتكليم بتبقى واسقة كده من نظفتها واسقة من الحاجة سواء بقى سجوء كبدة كفتة بورجر اي حاجة من الحاجات دي بسم الله ما شاء الله بتبقى كويسة جدا هنا بقى بعد ما خلصت الليلة كلها عايز اقول لك اللي انا حسيت بقى اللي انا مهبطة فقلت لها ما بيديهاش بقى ولا هعمل قهوة ولا هعمل شاي انا لسه نقصة بقى لانا اهبط اكتر من القهوة من الشاي انا هعمل كوباية عصير كده تروى البال عندي وتروى مزاجي لاني كده خلاص يعني محتاجة لانا ايه اه اشرب حاجة سقعة يعني حاجة تكون تعمها سقع يعني ومسكرة شوية لاني حسيت فعلا اللي انا هبطت جمي فروحت عاملة بقى عصير تنك حطيت معلها ونص سكر وثلاث معلق من الحاجة حطيت بقى شوية مية سقعة انا بدأت اللي انا اسقع المية لاني اه المية وهي سخنة كده بحس اللي تعمها مش حل فبحط الفيشة بتاعة القردير شوية وبروح شايلها هتسقع المية بتاعة ساعتين ثلاثة وبعد كده بروح حطها تاني كوباية العصير خلصة الحمد لله ومحتاجة بالانا اشرب يعني عارفين العصير الاصب انا نفسي اوه في عصير اصب مش عارفة ليه ورغم اللي انا بعدي على محلات كتير اوه عصير اصب بس مش عارفة ما باشربش ليه بس هاشرب نفسي اوي رايحة العصير الاصب روحتي فين يا هيبة روحتي فين معايكي معايكي جيالك اوه كنت بجيب بس الشوكولاتة المكة علشان خاطر كانت عايزيها ادتها لها وكمان هاشيل بقى البطرامون بتاع التانكة هاشيله وخلاص على كده بس خدت بقى عصير تعالي بقى كده نخرج كده بس قبل ما نخرج هوريكي بقى المطبخ في النهاية دي كده الموعين المفروض يعني المفروض وانا ايلا نفسي واخد وعد على نفسي اللي انا شيل الحاجة في مكانها بس بيني وبينك انا تعبت جدا فهزبهم كده شوية ممكن يباتوا على كده للصبح هلمي بقى كل الحاجات دي ان شاء الله ممكن بقى بالليل ممكن للصبح على حسب المزاج يعني كده خلصت المطبخ بتاعي والدنيا بقت نضيفة وزي الفل طبعا يعني فيه فرق شاسع بين دلوقتي وبين الاول صح ولا لا خليت الدنيا كده نضيفة طبعا الورد اللي محتوط على الرخامة جنب الميكرويف الفوزة بتاعته كسرت الحمد لله قدر الله ما شاء افعل يوسف بيلعب كورة راح كسرها ومكة عورت في رجليها الحمد لله كل اللي يجيبوا ربنا كويس بص كده خلاص المطبخ بقى رايق والدنيا تمامه زي الفل اخد بقى كوباية العصير واخرجوا تعالي بقى معايا مبارح صورت كده مقطع كده صغير جدا عبارة عن دقيقة كنت عايزة اوريكم الترنجات الجديدة اللي انا جبتها طبعا انتو شفتوا الفيديو وشفتوا الاسعار وشفتوا كل حاجة لقيت ناس كتير بتقول لي يا هيبة طبعا عايزين نشوفهم على الولاد عشان نشوف برضو الشكل عامل ازاي بص كده ده الترنج اللي هو تقريبا بمية واربعين جنيه شكله حلو جدا عملالكم عرضة ازياءة هو حطت ايديها بجيبها وبعد كده اتجيب البنطلون وبتوريكم يعني بقى كده شكل حلو عليها بسم الله ما شاء الله الله و اكبر دوت من المحل اللي هو اسمه نوكلو حلو جدا بصراحة عليه عرضات حلوة فعجبني ومنها هتوريكم بتاحها دلوقتي الترنج بتاحها كعمل لكم قلب ومتنسوشوا اللايك عشان خاطر موكة وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم بقى لو انت بتتفرج عليها لحد دلوقتي تكتبي لي ايه رأيك في الترنج بتاع منا وموكة بص اللي اتنين عاملين نفس التصريحة ها خدت بالك من نفس التصريحة دي لان موكة بتحب تقلد منا في كل حاجة ده الترنج بتاع منا شكله حلو قوي عليها ده سمول اللي هو السن المحير بين السن الحريني والسن الاطفولي اللي هو اسمول بس كده خلاص ده كان الروتين بتاعي النهاردة بحبكم في الليب سلام عليكم